أبطال أفريقيا طبعا كلنا شفنا أكيد لقاءة الدوري الإنجليزي ليفر بول بيفوز على برايتن 2-1 ومنشيستا سيتي بتعادل 2-2 مع نيو كاسل علشان يتسع الفارق إلى 11 نقطة رسمية ما بين ليفر بول ومنافسه التقليدي السيتي في آخر سنوات الفريميال ليك وبكده أعتقد أن الدوري الإنجليزي بيقول لفريق ليفر بول يلا بقى حققي اللي محدش عرفي حققه خلال التلاتين سنة الأخيرة أنك تفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد موسم أكثر من رائع الموسم الماضي على السعيد الأوروبي بفوزه بدوري الأبطال وأيضا بفوزه بالسوبر الأوروبي والمنافسة حتى النفس الأخير مع منشيستا سيتي والفوز والخسارة ليفر بول الدوري بفارق نقطة نقطة حيدة عن فريق منشيستا سيتي زي ما احنا متعودين وزي ما حضراتكم عارفين أن ليفر بول أيضا عنده وفاق الحضراتكم عنده إن شاء الله بطول الكأس العلمان دي علشان يكونوا حقا في 2019 طلب بطولات مهمين جدا جدا هيفرقوا معاه طبعا في التصنيف ويفرقوا معاه معنويا بفوز وإن شاء الله اللي احنا نتمنى على السيتي في صراع الدوري ويقدر يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اللي أعتقد جماهير وسكانه وعشاق ليفر بول في إنجلترا وفي كل العالم نفسه من الأمل ده يتحقق لحد ما وصلوا للمرحلة أنا أعتقد مع مدير فني محترم ومعاه العيبة محترمة جدا 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 في الفترة على الحالة كل توفيق أكيد لمحمد صلاح وكل توفيق لفريق ليفر بول زي ما حضركم عارفين كمان نادي الزمالك النهاردة خسر 3-0 من ما زمبي في أولى لقاءته في دوريا الأبطال نتيجة قيلة لكن طبعا زي ما حضركم عارفين كلنا يعني أهلي زمالك إسماعيلي أي حد بيلعب في دوريا أبطال أفريقيا بيلعب بإسم مصر كلنا لازم نكون وراء ولازم ندعمه ولازم أكيد نتكلم عليه بشكل كويس نتمنى إن شاء الله لعودة الزمالك سريعا إلى الفوز وإلى المنافسة في أفريقيا أكيد شيء يشرفنا كلنا لما نلاقي أكتر من نادي في أفريقيا بينافس على لقب دوري الأبطال زي ما في أنديها في تونس بتتنافس وتتصارع على اللقب وزي ما في أنديها في المغرب نتمنى أن الكرة المصرية تهيمن وتسيطر على الكرة الأفريقية خلال السنوات القادمة تاني هنبي أستاذ المشاهدين وبشكر جمهور الأهلي على الروح المعنوية اللي ظهرت مبارح من جمهور النادي الأهلي واللي ظهرت مبارح على الجمهور الضواق الجمهور فعلاً اللي متفاهم يعني إيه لعب يطرد منك في أول دقايق من عمر المباراة وإن أنت بتلعب على ملعبك برا جمهورك وفي نفس الوقت تلعب ضد جمهور تلعب بالملعب تلعب بالحكم كلهم ضدك في نفس الوقت شجعت فيلر في أنه هو يلعب بطريقة هجومية من أول المباراة ودي شخصية البطل هنتكلم عليها مع ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين لكن دائماً شخصية البطل اللي مش بتتأثر أبداً بأي ضغطات مش بتتأثر أبداً بمباراة برا ملعبك أو جوه ملعبك عندك نفس الشكل وعندك نفس السيناريو وعندك نفس الطريقة نادي الأهلي أكيد طبعاً كلنا كنا حاسين بغياب اللاعب اللي كان مش موجود في باية المباراة وكبان يترد في مركز حساس زي مركز خط الدفاع وزي ما أنتوا عارفين أصلاً إحنا عندنا مشكلة في خط الدفاع عندنا عدم جهازية ياسر إبراهيم وصابت متولي وعدم أيضاً جهازية ساعد سمير وبالتالي فقط يوجد رمي ربيع اللي كان موجود في خط الدفاع أحمد فتحي باسم الله ما شاء الله بكش مال يلعب بكريت يلعب في نص الملعب يلعب مساك يلعب لعب في كل المراكز المبارح وبالتالي جوكر بمعنى الكلمة وراجل وكلنا شوفنا الأداية الرجولي في أداة أحمد فتحي مبارح في المباراة لطبيع نادي الأهلي لما بتعرض لأسمة كل رجال من نادي الأهلي جمهوره والثقة الكبيرة جداً الموجودة في جهاز نادي الأهلي في ميستر فيلر هو اللعيب أعتقد أنهو كمان حاسس أن't فيه دعم كبير جداً 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 من قبل الجمهور ومن قبل اللعيبة ومن قبل كل ما هو ينتمي إلى النادي الأهلي إن فيه ثقة كبيرة وفيه دعم كبير جداً جداً عندنا لقائي مهمين جدا خلاص صفحة وتقفلت مباراة النجم الساحلي لازم نركز في المباراة اللي جاية والمباراة اللي بعدية مباراة كأس مصر دوري الـ 32 أمام نادي بنسويف لا تقل أهمية عن مباراة يوم الجمعة أمام الهلال السوداني كله بتكلم عن مباراة يوم الجمعة وأن الآن لازم يرجع وأن الآن لازم يتصدر ده تمام على عين وعلى رس طبعا وده شيء مهم جدا وشيء أكيد كلنا نحب نتكلم عليه لكن عندنا مباراة مهمة لا تقل أهمية الفوز بالدوري والكاس ودوري أبطال أفريقيا هي من سمات وعادات النادي الأهلي اللي دايما ما عودنا عليها علشان كان دايما نتكلم على مباراة يوم الثلاث نخلصها ونتكلم على مباراة يوم الجمعة وده اللي احنا أكيد حضراتكم أخدتوا بالكم على مدار سين طويلة جدا بشجع فيها النادي الأهلي أننا لازم ناخد مباراة بمباراة علشان الأمور ما تختلتش على بعض وعشان الموضوع ما يفتحش منك أو يفك منك بلغة الكورة عشان كده ان شاء الله بعد الفصل هنتكلم على مباراة بني سويف ومباراة النجم أو مباراة الهلال السوداني وأيضا هنتكلم على فنيا مع نجمنا اللي يكونوا موجودين ان شاء الله على مباراة النجم الساحلية وفنياتها وتقافر النادي الأهلي بغياب لاعب وهل النادي الأهلي كان قادر على يعني التعادل أو تحقيق المكسف في ظل الظروف اللي انت عندك فيها مباراة خارج ملعبك الحكم وطرد أيضا مبكر الفكرة ده هم يعرفوا بعد الفصل إن شاء الله مع الضيوف الأعزاء الكابتن ضياع عبدالصامد المدير الفني السابق نادي دخليها وبعده الكابتن ناجي خليل عضو لجنة اكتشاف المهج وأخيرا مع الزميل العزيز محمد سعيد وضيفه المسوع القروية الدكتور طارق القضر نلح لفصل وبعدها نرجع نستقبل الكابتن ضياع عبدالصامد خليكم معنا اشتركوا في القناة